أيها الحرارة العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع وأخيراً اتختم المونديال أخيراً أزل الستار على واحد من أفضل دورات كاس العالم في التاريخ ده مش رأي محمد ناصر ده رأي كل الدنيا أخيراً التميمة دي كانت تميمة حظ فعلاً أما دي فكانت حاجة جميلة أوي اتختم كاس العالم وأزل الستار وتوجت الأرجنتين بكاس العالم على حساب ديوك فرنسا وده تقدر تقول كده إنه ممكن يكون حق المغربة وبكده ينتهي صناع الأرقام الدائرة من سنين بين رونالدو وميسي بعد ما حسم البرغوت وده اللقب اللي بيطلق على ميسي بعد ما حسم مع منتخب بلاده اللقب خلينا نشوف كده من أهم اللقطات في النهائي غير التميمة الجميلة دي اللي عليها قطر اتنين وعشرين وغير التميمة الكويسة أوي دي غير ده كله كان فيه صورتين في الختام منها الصورة دي الحقيقة أيوة صورة ميسي وهو بيلبس عباية خليجي عند استلامه لكاس العالم لأول مرة استلم ميسي من الأمير تميم ومن جيفاني ده اللي هو رئيس اتحاد الدولة لكوات القدم استلم العباية دي ورفع كاس العالم وسط زميله بعباية خليجي وده بقى فكرة الغزو الثقافي ده فكرة التاتش الثقافي دي فكرة القوة النعيمة اللقطة دي حضرات بتاعة ميسي أفضل لعب في العالم اللي دخل النهاردة التاريخ وهو بيرتدي العباية الخليجي لقطة لها معاني كتير وستتوقف أجيال كتير قدامها إنما مبروك لميسي وهارد لاك إمبابي على أي حال النصر الرياضي يعوض شوية الأزمة الاقتصادية اللي بتعيشها الأرجنتين بعد ما استسلمت لقروض صندوق النقد عشان كده كاس العالم في الدوحة كان مش بس فرصة رياضية زي ما بتقول بلومبيرج زي ما بتقول في الخبر ده الفوز بكاس العالم قد يكون نعمة اقتصادية على الأرجنتين ليه بقى نعمة اقتصادية ده اللي هنعرفه جوه الحلقات هي بتقول إنه يعني يعتقد إنه من البلدين المقرخة ودهما المباراة النهية النهاردة يتوقع أن يشاهدها نصف الكرة الأرضية تتمتع الأرجنتين التي تملك قدرات تصديرية مشابهة للبرازيل بفرص أفضل أو فرصة أفضل للحصول على هذا النوع من الدعم فلوس يعني فلوس طبعا فيه واحد بالوقتي زمانه قاعد بيقول مش كنا احنا بتأولى بالترلملم ده لأن الأرجنتين الحقيقة بتعتبر من أكبر الدول المديونة لصندوق النقد ومصر في المركز التالي مиты مركز التالي حل shaken مخزر مركز التالي SS مكورو مركز التالي اطراف مركز التالي والمico في المنفي في المنفي شكرا